ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن وترتكز على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين وشهدت مجالات التعاون بين القاهرة وباريس نقلة نوعية غير مسبوقة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014 عقود من الزمان باتت شاهدة على العلاقات المصرية الفرنسية ومرتكزة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فالعلاقات بين البلدين شهدت العديد من التطورات حتى وصلت إلى حد شراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة القاهرة في محيطها العربي والإفريقي وموقع باريس باعتبارها إحدى القوى الأوروبية الكبرى فمنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014 شهدت مجالات التعاون بين البلدين نقلة نوعية غير مسبوقة عشرات الزيارات الرسمية رفعت المستوى بين مسؤول البلدين على كافة المستويات زيارات عكست التقارب الكبيرة في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والملفات الإقليمية والدولية فعلى الصعيد السياسي تتلاقى وجهات النظر المصرية الفرنسية حول مختلف القضايا كما تتخذ الدولتان مواقف متقاربة على المستويين الإقليمي والدولي في عدة قضايا من أهمها التعبئة الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين كما اتفقت القاهرة وباريس على تعزيز التعاون فيما بينهما لتحقيق السلام والأمن في منطقتين الساحل والصحراء حيث اتفق البلدان على مكافحة الإرهاب في البلدان الواقعة على ضفتي البحر المتوسط وعلى التعاون فيما بينهما في مجال تبادل المعلومات والتدريب كما تتفق القاهرة وباريس على حتمية دعم وحدة الصف العراقي والحل السلمي للأزمة السورية هذا إلى جانب التنسيق الثنائي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرية هكذا تكتسب العلاقات المصرية الفرنسية زخما يوما بعد يوم وتتعمق شراكة الاستراتيجية لآفاق أرحب عنوانها المصالح المشتركة